استقال أو أقيل وفي القضية أقاويل وتأويل المكلف برئاسة الحكومة عدنان الزرفي يلحق بمن سبقه في سرعة الخروج من اللعبة السياسية على وقع تشنج داخلي وخارجي لم يشهد العراق مثيل له من قبل دخل بلا إجماع عليه وخرج كذلك لا يبدو أن أحداً من المؤثرين في المشهد السياسي في العراق قادر على سحب بساط المنظومة الحاكمة نحوها تقول مصادر مطالعة أن اعتذار الزرفي جاء بضغط من قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاني على اعتبار أن الزرفي محسوب على الأمريكان بحسب خصمه ويؤكد ذلك ما قاله الزرفي عن اعتذاره أنه جاء نتيجة عوامل داخلية وخارجية وبالنسبة للعوامل داخلية فإنه لا يخفى على أحد وصول الأحزاب الفسدة إلى مرحلة الشلال السياسي بفعل ثورة تشرين وحجم الأزمات الاقتصادية والبنيوية في هيكلية المؤسسات أما العوامل الخارجية فتكمن في احتدام صراع النفوذ بين أمريكا وإيران وفقدان الأحزاب القدرة على إرضاء طرفين في ظل هذا الصراع ويبقى الضغط الشعبي هو العامل الأهم في هذه المسألة ولكي لا تدخل الحكومة في فراغ سياسي طرح اسم رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي على الساحة كبديل للزرفي بتوصية وضغط من تحالف الفتح بزعامة هاد العامر وبقرار إيراني الردود على تكليف الكاظمي محسومة برفض شعبي من المتظاهرين المصرين على إسقاط العملية السياسية برمتها أما داخل حلقة الأحزاب فلن يخلو تكليف الكاظمي من معارضة بعض الأطراف ما يؤكد أن مهمته لن تكون سهلة ومصيره كمصير سابقه تطورات متسريعة تؤكد أن مسبحة العملية السياسية قد انفرطت ولن تنتظم بخيط خارجي كما في السابق عادل عبد المهدي محمد علاوي عدنان الزرفي جميعهم غادروا وبقي الثائرون في الساحات يطمحون برسم مستقبل العراق بعيدا عن العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال للبلاد ترجمة نانسي قنقر